استمك معنا أنا ذاهبة إلى بيت جدتي كان منزل الجدة يقع داخل الغابة كان ذلك الرجل صيادا يصطاد داخل الغابة أرعبتني يا سيدي حسبتك غريبا آسف لأنني أرعبتك كنت أختبئ للصيد قولي لي لماذا تمشين وحدك هكذا داخل الغابة وإلى أين ذاهبة ذاهبة إلى جدة المريضة أرجو لجدتك شفاء العاجل لكن عليك الحذر جيدا وأبقي عينيك مفتوحتين لأنني رأيت الذئب الشرير يتجول هنا ماذا الذئب الشرير نعم إنه جائع دائما يا ليلى ينتظر الأطفال الصغار كي ينقضع لهم هكذا لا تخافي بل خذي حذرك منه جيدا شكرا جزيلا لك يا سيدي إلى اللقاء رفقتك السلامة أيها الصياد اعتني بنفسك جيدا يا ليلى ذهب أخيرا هذا الصياد لقد كاد يغمى علي حينما شاهدت بندقيته على كل حال ما يهمني هو هذه البنت السمينة يبدو أنها وجبة طعام لذئذا سأكلها ولكن ليس هنا قالت تلك الفتاة إنها ذاهبة لزيارة جدتها المريضة إذن سأكل جدتها وبعد ذلك أكل الفتاة ولكن لابد من خطة إذن سأذهب إلى بيت الجدة أولا وعاكلها أنا هنا يا ابنتي تفضلي ستكون وجبة دزمة عد الذئب الشرير خطة ماكرة هو ركض كي يسبق ليلى إلى بيت الجدة لكن كيف يصل إلى منزل الجدة وهو لا يعرفه يا ذات الوشاح الأحمر هيا بتاعد أيها الذئب الشرير أرجوك انتظري يا صغيرتي فأنا أريد أن أتكلم معك أنا لست ذئبا شريرا أنا ذئب ولكنني طيب وقلبي رقيق هناك ذئب قلبه رقيق سمعت بطنك يصوت من الجوع إذن سأت الذئب الشرير لست أنا يا صغيرتي بل إنها أصوات البلابل انظري إليها قبل أن تطير لكنني لا أرى أي بلابل أنت السبب صرخت بصوت مرتفع فخافت وطارت أهلا 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 أهلا